سويت علاني لغناية يا مستحق الهنا يا أمنياتي وهواي ملا سواك الهنا فالمريخ وقتك عام المشكلة هو ما كانت دمانة في الحاجة دي أصلا هو ما هو در عمل ليه مشكلة يا خبير لا ما في مشكلة لا ما في النهاية كم موافق كم موافق كم موافق لا عدم درايته بالبجتمع الرياضي أو ما بيعرف كورة لا اطلاغا ما شجع ما كده ويعني قال إنه عنده هو ما كورنجي هو ما كورنجي ما كورنجي وأنا أفخر جدا إنه أنا من خلال عمود للعطر افتداحة يعني ساعدت على إيقاف جريمة بيعلميناء للشركة التايلندية صحيفة اليوم التالي السياسية صدرت في عهد الإنغاز 36 مرة ديل أنا رسطع بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير تأكيد أجمل زاوية واحد من الأعمال الجميلة جدا جدا اللي إحنا بنساهم فيه مع أستاذنا الكبير فتح بربري فإنه نقدم شيء في أجمل زاوية نعكس من خلاله زوايا جميلة جدا جدا لشخص سودانيين وعرب وأفارقة بكل الجنسيات الموجودة اللي إحنا بنحبها وهي بتحبنا أكيد الليل حلقتنا في متكاست أجمل زاوية مختلفة شوية كده الإنسان أنا بعزه جدا جدا وبحبه شديد جمع بين الصحافة والصحافة الرياضية والتحليل السياسي والكلمة الرصينة رجل أبحر يعني بشكل كبير جدا جدا في الصحافة في عالم الصحافة وعالم الإعلام بشكل عام داخل السودان وخارج السودان في الإمارات العربية المتحدة صولات وجولات أيضا في الصحافة الرياضية السودانية اسم كبير الدكتور مزمل أبو القاسم دكتور مزمل السلام عليكم عليكم السلام مرحبتين حبيب شرقاوي مرحبت بكل مشاهديك كيف أخوارك يا أخو؟ الحمد لله تمام لنا سعيدين بك والله في أجمل زاوية نتناقش كده مع بعض ونستمتع في حلقة إن شاء الله إن شاء الله تكون جميلة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أستاذنا بداية كده مزمل أبو القاسم إعلامي وناشر ورجل أعمال يعني ما أقدر أقول ناجح ولا أقدر أقول ما ناجح لأنه نحن لسه ما شفنا ما استمتعنا كده بالحلقة بعدها حان غير في النهاية ومزمل رجل أعمال ناجح بشكل كبير في نحطات كثيرة جدا جدا في مسيرتك بين القرطوم ودمارات ثم الخرطوم وأخيرا استغرت في الدوحة جاريت شوية كده تدين فزلك عن المسيرة الجميلة لها والله يا والحيا مرحباك وكتر خيرك على الاستضافة وأحييك وأحيي تيمك وفريغك العامل وأحيي مشاهديك ودي مسيرة طويلة يعني إذا بنتكلم عن مسيرة المهنية لوحدها بنتكلم عن واحد وثلاثين سنة كبيرتك دي أستاذ في مهنة الصحافة أبدأ يعطي كانت في العام تلاوة سعين عغرب التخرج في كلية الأداب جامعة منظرمات الإسلامية قسم الصحافة والإعلام حيث حصلت على درجة الباكلاريوس في الإعلام بتقدير جيد جدا وبعدها أنا كنت يعني أصبت بإصابة ملعب كنت ألعب أنا قرة قدم في نادي النداء شندي وبلعب كرة طائرة في نادي النصر شندي وكنت ألعب في منتخب الجامعة مع شاء الله كرة القدم وكرة طائرة على حد السواء وفي السنة الختامية عرضت لإصابة بنزلاء غضروفي يعني كادت أن تؤدي به إلى شل نصفه وخضحت العلاج طويل وأنا امتحنت وأنا بعاني من ألعب الانزلاء الغضروفي يعني كنت ما قدرت أمتحن مع الامتحان العادي مع المجموعة لأنه كان الدكتور منعني طبعا امتحنت الجامعة طويلة يعني ثلاث ساعات يعني ما قدرت أتقبل قراره وقلت لي أنا لازم أمتحن وكان امتحان فضل لها شهر فقال لي إذا داير تصاب بشلل إذا بتقدر تقعد ثلاثة ساعات امشي امتحن أنا حاجتها وقتها ما كنت بقدر رقعد ثلاثة دقائق وجربت العلاجة البلدي وكلها طباء يمكن طيب وقتها ما كان متطور شديد في الحتة بتاع بيراحت العظام خصاين نعم خصاين جراحة العظام وقتها في السودان كانوا قليلين فالمهم في النهاية نصحني بأنه أنا أخلد لراحة طويلة يمتد ثلاثة شهور وبعد ذلك يعاد تقييم الحالة وشوف إذا في تحسن تستمر الراحة وإذا ما في تحسن أخضع لي جراحة فحدث بعض التحسن وتمكنت أني جلست الامتحان البديل والحمد لله نجحت يعني بتفوق كنت من أول دفعتي خرجت بتقدير جيد جدا سافرت السعودية لشجكتي عواطف الكبرى رحمة الله عليها وزوجها عثمان سعد ابن خالتي صرر الناجي السعودية مش للسعودية خضحت لي علاك طويل ولجراحة في الظهر يعني الفترة امتدت حوالي عام تقريبا في مكة المكرمة عملت العملية في مستشفى الشيشة بسموها في العزيزية وبعدها رجحت السودان وبديت مسيرتي المهنية في صحيفة المريخ وكان رئيس تحريره وقتها الدكتور عمر محمد خالد ثم صحيفة الدار وكانت رياضية وقتها وكان رئيس تحريره الأستاذ الجليل والأخ الأكبر الصديق والمعلم أحمد البلال الطيب وبعد ذاك اشتغلت في رئيس الهدف كان رئيس تحريره إبراهيم عوض النخالي الأستاذ الجميل والجليل إبراهيم عوض أنا بحييوه هنا عبركم هو موجود في السعودية في السعودية في الرياضية السعودية من فترة طويلة وبعد ذاك انتقلت لصحيفة عالم النجوم كان رئيس تحريره الأستاذ الجليل والصديق والأخ الأكبر رشيد بدوئ بيت ثم انتقلت رئيسة التحرير لحسن عبد الرحيم وكان معنا الأستاذ والصديق والمعلم عبد المجيد عبد الرازق كان مدير تحرير بعضها من صحيفة الهدف انتقلت لصحيفة عالم النجوم كان رئيس تحريره الأستاذ الصديق العزيز رشيد بدوئ بيت وكان فيها قسم رياض اعتقد الراي العام ورشحني انه انا اخلفه في منصب مدير التحرير وفعلا تم تعييني مدير تحرير وفي عالم النجوم ظهر اكثر المقال بتاع كفيد الحقيقة كنت بكتب مغالي يومي كتبته في الدار وكتبته في في الهدف وكتبته في المريخ جريت المريخ لكن ظهوره حقيقة يعني بشكل كبير بد في صحيفة عالم النجوم استقلت في عالم النجوم لغاية سبعة وتسعين وبعدها انتقلت لتأسيس صحيفة المشاهد الرياضية مع ثلة من الزملاء وكان الناشرين بتاعينا قونا خالصديق اميرا البرير ولا خالصديق ابراهيم الصافي وهشام ضبا واخرين وكانت تجربة ناجحة جدا وعالمة فارقة في مسيرتي يعني المهنية لانه الجريدة اصابت نجاح حايل واصبحت من صحفة المقدمة اللي لم تكن الاولى ولقى ترواج كبير جدا بين كل الرياضيين من الرقاب والهلالاب وكان فيها سلة من الشباب النابهين اللامعين زي مامونا بشيبة وياسر عائس وكان برضو معنا شباب صغار برضو حققوا نجاحات كبيرة في المهنة انا تواليت امر تدريب وتاهيل وديتهم فرصة انهم يعملوا في مجال الصحافة زي علي البيت واسام هجو واخرين واستمرت في المشاهد ثلاثة سنوات من سبعة وتزعيل لغاية الفين وحيث طلبت بعاقة عامل مجزي في صحيفة اماراتية اسمها اخبار العرب وانتقلت الى ابو الظبي للمساهمة في تأسيس الصحيفة وفيها برضو دي كانت تجربة محطة مهمة جدا في مسيرتين المهنية اشتغلت فيها ست سنوات كنت في البداية محرر الدسك للقسم الرياضي وبعدها اصبحت رئيسا للقسم الرياضي وكان مدير التحرير القسم الرياضي كانه الساز جليل كمال طاها وبعدها تلقيت الى مدير تحرير القسم الرياضي صحيفة مملوكة اللي اسمه الشيخ سعيد بن سيف بمحمد عنهيان وهو اخ وصديق عزيز احسن يعني التعامل معنا ووفر لنا كل مقاومات النجاح وكان لديه سقة كبيرة في شخصي وهناك كنت اكتب المقال كبذ الحقيقة يوميا بالخليج يعني تبا اقول انه بالقطرة كان دي استاذ نقطة التحول كانت بالنسبة لك مسلا بتعطني مرات اكيد اول حاجة للمرة الاولى نتعامل مع التقنية وقتها نحن الصحف في السودان ما كان فيها تقنية يعني بالكاد بس كان فيها يكون جهاز كمبيوتر للصف تاني ما فيه اي علامة علامة التقنية حتى الصحف دي كان بتصمم يدويا بالكطر والمقص يعني بوسط مصممين منهم جمال ديرما هو الان شغال اعتقد في السعودية في صحيفة الرياضية السعودية اعتقد وحيي وانا برضه وكانت تجربة ناشية جدا المشاهد لكن طبعا دي الاخبار العرب كانت تجربة مختلفة انو صحيفة عند امكانيات هائلة صحيفة عند اشتراك في ستة وكالات انباع عالمية كل الشغل فيها كمبيوتر بالتقنية وكانت تجربة في البداية مخيفة لانه في فريق كبير نقلة لانه كبيرة يعني حماما دعودين ندعمل مع كمبيوتر هناك بدأنا ندعمل مع كمبيوتر ندعمل مع تحرير الاخبار الالكترونيا تاخد من الشاشة وتعمل اعادة تحرير للخبر من الوكالة وتدعمل مع الصور بتاعة وكالة الانباع تعرف كيف تحولها وكيف تدعمل معا وكان في مخرجين صحفيين وبعد ذلك تصميم الكتروني وكده كانت تفرق بالنسبة لي لكن يعني الحمد لله انقدرت اه يعني اتفعل معا سريع واخدم والتفرق دي و واكب واستمرت التجربة دي استمرت ستة سنوات من الفين لالفين وستة وفيها كان اه انا اقدمت على خطوة يمكن يعني بفتخر بفتخر بها جدا لانه كنت اول صحفي سوداني يكتب مغال راتب لصحيفة سودانية مغال يومي وهو مقيم خارج السوداني كنت برسل بالفاكس في البداية بعد ذاك طلبت منه ومنه يدخلوا الانترنت والانترنت ده كان حاجة زي السحارة كده في السودان يعني ما كان موجود كان يعدوب بداية صورة الاتصالات في السودان فطلبت منهم انه يجيبوا جهاز كمبيوتر يوصلوا الانترنت والاتصال كان رديع جدا والانترنت في الامارات كان سريع يعني بمقاييس الزمن داك وبدأت اكتب عمود يومي في المشاهد نفسه بعد ما خلص يغلي كان نكون منعمل ملحق رياضي من كومستار صفحة في كان مالك المشاهد منوفر وكده المشاهد ملاك انا ذكرت عدد منه ما كان واحد الامير لسه ما قالت ليطاه كان رايم الصافي لا هي ما قالت ليطاه قالت لأرباب صلاح دريس نعم كنت باكتب ليون عمود يومي من الامارات وكنت بدعب جدا عشان واكب لان الوقت داك كان يعني الاتصالات ما كانت يعني متاحة كان في قليل من مواقع الانترنت يمكن بذكر هنين المريخ كان من اوال الاندية السودانية الانشاة موقع الالكتروني والمريخ دوت كوم ومنتدى الالكتروني كان انشو الاخ الصديق حاتم عبدالغفار وكوقت هو كان في جده وبعد ذاك دخل الهلال عمل الموقع وظهرت مواقع كثيرة مثل المشاهير وغير دي من اوال المواقع السودانية فكان عشان تحصل على المعلومة وتتابع وكده كان متعبة وش كلا الحكاية متعبة طلب اتصالات وفاتورة بتحت التلفون بتاعتك كان بتجيب مبلغ كبير لكن كنت مصير انه انا ما انقطع عن قرائي وما خلي ارسيل القليات البنات في السودان وحافظ عليه لانه ما كنت تناوي انه استمر لفترة طويلة في المربح لانه كان عندي حلم باني كنت بحلم بانه انشئ الصحيفة تكون مملوك لي طيب استاذ عائد مادي مويسي كان في لسبالك انت من السودان من السودان في وقت انك ترسل عمودك وعمود مقرو تماما يعني كان في عائد برضو يحملك حيات كثيرة لكن برضو انت بتحصل عائد مادي كويس كثيرين ما يصدقو انا بعد من يعني حصلت الصحيفة انتغلت ل بالكية الاخ الصديق صلاح إدريس حصلت ملابسات كده وانا انتقلت من الصحيفة الكابتين قبل ما انتقل لصحيفة الكابتين قمنا انا ومعاي ثلاثة من الاخوان منهم مولانا سهري وضحت الله وعبد الله طفع الله نفسه ورحظ صديق صديق رفق الدرب وصديق الطفول احمد عبدالطلب حيي وانا برضو حيي هم قيم في جدة اشترينا صحيفة الكابتين من من الزميل الصديق رمضان احمد سيد واصدرناها وانا موجود في الامارة وبدأت اكتف فيها وبعد فترة بيعنا الصحيفة لطه البجير وكتبت في عدة صحف يعني كورة احتقيد النخبة ممكن الزمن طال الاسماع بدت يعني تروح من الزاكرة في الاسعابي والعقد كان لمدة السنة لما انتهت السنة جددوا معي العقد ورفعوا القيمة لخمسة مليون اللي هي كانت بسوى 2500 دولار وتراكم لديه يعني رصيد في الموجود في البنك ما بتهبس ايوه فعلاو على ان وضعي كان كان ممتاز جدا وضعي المادي في صحيفة خبار العرب كنت بتلقى مخصصات عالية كمدير للتحرير وكان الصحيفة دتني عربية ودتني سكن والوضع كان ممتاز جدا لكن ده برضو بعد ازعب من ذهني فكرة اني انا اهسس صحيفة وتكون حقتي وكده وفعلا قبل ما ارجع للسودان وبالتحديد في ستة وعشرين وفمبر اه الفين وخمسة اصدرت مع لخ اه صديق عبدالله ضفع الله صحيفة الصدى الرياضية و بتذكر كويس انه انا يعني جبت اصطاف شاب وكنت حريص ان الصدى تكون مفتوحة لكل العلوان الرياضية يعني كان معي قسم خالد وياسر عايس وفترة خالد عز الدين وابراه معوض وكان عدد الكتاب الهلالة فيها كانوا اكتر من المرخات حتى المحرم ياسين علي ياسين واخرين يعني بالاضافة لبعض كنت عمى المرخ زي ما هونا بشيبة وغيرهم فالصحيفة اه انا بتذكر عبدالله ضفع الله كان بيقول لي وصل لي عشر الف المطبوع يعني وطري على السودان فالصحيفة من اول يوم نحن طبعا بتذكر خمسة وعشرين الف نسخة اليوم التاني اعتقد ارتفعت لخمسة وثلاثين لخمسين لغاية ما الصادة كانت بتبري بيقول تطبع مئة الف نسخة سويت علاني لغناي يا مستحك الهنا اوه يا امنياتي وهواي ما لا سواك الهنا اوه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك امكنا